بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار التنزيل نتناول فيها دقائق هذه الآيات المباركات وننهل من بحره تبارك وتعالى الذي أنزله رحمة للعالمين هذا الكتاب الذي شرف به هذه الأمة فأنزلت على أمة فشرفت به فصارت خير الأمم وأنزل على نبي فصار خير الأنبياء وما نزل في قلب إلا كان ذلك القلب هو أنقى القلوب وما تشرف عقل بفهمه والوقوف على دقائقه والاطلاع على أسراره إلا كان أشرف العقول لذلك ما زلنا وما يزال كل عصر يفسر القرآن وينهل منه ويأخذ منه ويتتجلى عليه أنواره بغير ما تجلى عليه من سبق لذلك لا يخلق على كثرة الرد ولا تنتهي ولا تنقضي عجائبه فعجائبه مستمرة هي الآية نفسها يراها الأول غير ما يراها الثاني ويراها الثاني غير ما يراه الثالث وهكذا على مر العصور لذلك كل عصر ترى هناك تفاسير لهذا القرآن فتتجلى لهذا العالم أو يجل الله عز وجل لهذا العالم ويكشف له ما لا يكشف لغيره يكشف لأرباب هذا التخصص في دقائق هذا القرآن وأسراره ما لا يكشف لأرباب التخصص الآخر ولذا يرى كل تخصص بغيته وأمله في هذا القرآن في هذه الدنيا ولكن الغاية العظمى هو أن نجد بغيتنا في الآخرة ورض الله وبالتالي هي رسالة الله إلينا حين نريد أن نعرف ماذا يريد المولى الذي خلقني وخلق الذي خلق هذا الكون الذي أنشأ وأبدع حين تشتبه علينا الأمور وتختلط علينا الأوراق والطريق يظلم علينا حين نسلكه نأخذ هذا القرآن فنتصفح آياته ونقلب أوراقه وإذا بنا نجد ذلك المشعل وذلك البلاجكتور وذلك الهداية وذلك النور الذي يضيء لنا الطريق حتى نكمل المسير إلى الآخرة حتى نصل وهو راض عننا غير غضبان اليوم نأخذ في جانب العقائد استعمال القرآن للملة والدين والشريعة وظاهرهما الأمر سواء في المسمى ولكن استعمال القرآن لهذين اللفظين نجده يختلف فابتداء الملة في اللغة السنة والطريقة ويقال طريق ممل أي مسلوك ومعلوم ومن هذا الملة أي الموضع الذي يختبر أو يختبز فيه قال لأنها تذكر أو تؤثر كما يؤثر في الطريق ثم استعيرت من باب الاستعارة كما يعرف في البلاغة الملة للطريقة في عقائد الشرع وأصبحت اسما لما شرعه الله عز وجل لعباده على لسان أنبيائه لذا تجدها مضافة وأغلب إضافتها في القرآن في أكثر استعمالاتها تجدها مضافة إلى ملة سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء الذي رعاه القرآن وما زال يزكيه ويضيف له الحلل ويلبسه من تاج الوقار والمهابة والكرامة ما يليق به ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه من الذي يرغب عن هذه الملة الحنيفية إلا من سفها نفسه وإنه في الآخرة لمن الخاسرين ومن أحسن دينا من أحسن منه يقول صفة عجب ومبالغة وتسكل هذا الطريق ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة إذن لا يوجد أحسن على هذه البسيطة منذ خلق الله آدم إلى أن يأخذ آخر نفس وإلى أن تنقضي هذه الدنيا أفضل ممن هو مسلم وهو محسن إلى الآخرين وفي نفس الوقت يتبع ملة إبراهيم حنيفة طبعا ترددت هذه الآية بهذا اللفظ وهذا المعنى في أكثر من موطن في البقرة وآل عمران والأنعام والنحل والحج كل ذلك ليؤكد على هذه المعنى ويؤكد على هذه الخيرية ويزكي لنا هذا المقام ولا تكاد تضاف الملة إلا إلى نبي باعتبارها بمن يؤدى الشر عن الله عز وجل فهو الطريق والطريق يسلكه دائما قائد وقائده دوما يكون نبي أو رسول من الله تعالى إلى خلقه في حين تجد الدين يقال اعتبارا بمن يقيمه بغض النظر عن النسبة وذلك لأن الدين مأخوذ من الجزاء يدينه أو يدينه كما يقال كما تدين وتدان أي كما تعمل تجازى به وبالتالي كان الاستعمال يختلف وقد تقال الملة باعتبار باسم الشريعة من الشراعي كالحنيفية أو النصرانية أو اليهودية لأن الملة اسم لجملة الشرائع ومن ذلك قول أهل الشرك كما حكاه القرآن الكريم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أن يريدون أن القرآن لم يسمعوا بمثله في الملل أو في النصرانية باعتبار آخر ما كانوا يعتقدون أنها آخر ملة نزلت إلى الأرض وبالتالي كانت هذه الملة إطلاقها كما في استعمال القرآن هنا على ملة النصرانية أو على جملة الشرائع ولا تستعمل الملة إلا في جملة الشرائع دون أحدها فلا يقال ملة الله ولا يقال ملتي لكن يقال يمكن دين الله أو ديني أو دين زيد لأنه اسم لما عليه كل أحد الدين لأنه يدين به كل أحد يحاسب عليه كل أحد بخلاف الملة قال الله تعالى كما في آل عمران أفغير دين الله يبغون وقال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله كما في قصة سيدنا يوسف ونسبته إلى الله من حيث كونه سبحانه هو الذي يجازي عبادة على ترك الطاعات ولما كانت الملة اسم لجملة الشرائع نذهب إلى فاصل إن شاء الله ونكمل بعده بإذن الله تعالى حياكم الله وبياكم مرة ثانية وبالتالي كانت الملة إطلاقها كما هو معروف على الملة التي تنسب إلى الشرائع وأحيانا تطلق على العقيدة الفاسدة لكن على سبيل المقابلة كقوله تعالى لنخرجنك على لسان قوم الشعيب يا شعيب والذين آمنوا من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ملة فاسدة حتى أن في الحديث لا يتوارث أهل ملتين فسمى الإسلام ملة وسمى الدين الآخر من العقائد الفاسدة أيضا ملة أما الدين إذا أطلق فهو الطاعة التي يجاز عليها بالثواب إن الدين عند الله الإسلام فالدين عند الله على مر الدهور منذ خلق الله آدم إلى نهاية البشري هو الدين واحد هو الإسلام ولذلك هم على ذلك كل الأنبياء والرسل أما إذا قيد الدين فتختلف دلاته لكن تبقى هناك صلة بمعنى الجزاء في كل استعمالاتها لما نقرأ في قوله تعالى في سورة الفاتحة في صفة العظيم الكريم الرحمن الرحيم نقرأ بعد ذلك مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين المتواترتين هنا يوم الدين هو يوم القيامة كما قال سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين وقال في إبليس وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إذن يوم الدين هو يوم القيامة هو يوم الحساب الأعظم سماه يوم الدين واقتصر عليه في أشرف المواضع في سورة الفاتحة دلالة على أن يوم الدين هو اليوم المميز فيه على ما فيه من صفات كثيرة وصفه الله عز وجل في كتابه بالقيامة والقارعة وإلى آخره لكن يوم الدين يوم مميز اختص بهذا الوصف يوم القيامة لأن أهم ما يهم الإنسان في ذلك اليوم وتتطلع إليه القلوب قبل الأعين وتشنف إليه الآذان وتشتاق إليه ويوم عظيم بالنسبة لكل شخص العظم تكمن في كونه يوم الحساب في كون أن ذلك اليوم سيحاسف فيه العبد يعني لما يخرج الخلائق لا يلتفتون إلى كل ما فيه من هول حتى أنهم يستغيثون بالأنبياء كما في الصحيح عيني يستغيثون بالأنبياء بآدم وإبراهيم وموسى وعيسى وبالنبي عليه الصلاة والسلام جميعا أنه فيكون الحساب لنعرف ما هو مصيرنا هناك خوف ورهبة من نتيجة لذلك دوما الطالب أعظم شيء يمر عليه في السنة الدراسية هي يوم إعلان النتيجة أعظم أيام تمر عليه شوقاً أو خوفاً هو يوم عرض النتائج وظهورها للعلن لذلك يوم القيامة أعظم شيء يتطلع عليه الناس سواء كان مسلمهم أو كافرهم سواء كان المحسن أو المسيء هو معرفة نتيجة أيش تكون الجنة من نار إذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أعظم نعمة وأكبر منة وأعظم لذة هو أن يسمع المؤمن والمصلح والمحسن يوم القيامة ذلك النداء يا أهل الجنة خلود ولا موت لما تخرج النتيجة يخرج فرح ها أم اقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وبالتالي هو كان خائف لما تخرج النتيجة هو ناجح كما ولله المثل أعلى واحد فرحان كان يتوقع النتيجة أقل وإذا بالنتيجة أعلى وأفضل وتقر به الأعين وإذا به يذهب فرحا مسرولا إلى أهله أمه أبيه أصدقائه انظروا إلى نتيجتي أنا ناجح فبالتالي هو يذهب إلى الملائك ها أم يقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي وبالتالي النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية أما الآخر النتيجة الكارثية أشقى شيء يسمعه يا أهل النار خلود ولا موت أعادنا الله وياكم من مصير أهل النار يا أهل النار خلود ولا موت لذا يكون الخطاف خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يعني أعظم ما يلاقي الإنسان هو ذلك اليوم تلك النتيجة تلك البشرى أو تلك الحسرة التي لا تعقبها حسرة حتى أنهم يقبلون على النار فلا يطيقون عذابها فيخاطبون اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم فالأمر جد خطير لذلك يذكرنا الله في كل صلاة واجبة أن نقرأ بفاتحة الكتاب أن هناك بعدك يوم تحاسب فيه حين تقرأ مالك يوم الدين يذكرك الله أن ذلك الذي تعبد وذلك الذي إليه تخضع وتركع وتسجد إنما هو مالك يوم الدين إنما هو الملك يوم القيامة الذي بيده الحساب والذي بيده النتائج والذي بيده وإليه المصير فهو ملك ذلك اليوم وهو مالكه وبالتالي لا بد أن تعرف أنك إليه راجع إنا إليه راجعون لذا كان سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء وهو المزكى وهو المصطفى وهو المختار أبو الأنبياء يطمع أن يغفر الله له خطيئته يوم الدين ثم قال وادعوه مخلصين له الدين فالدين الله لا يقبل منه إلا ما كان إليه خالصا إذن والدين عند الله والإسلام يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيضا من أسماء الجزاء النصيب والحظ والكفل والخلاق هذه الأربع وردت في القرآن ومعانيها متقاربة إلا أن القرآن من دلالة الاستعمال وسره وبريق لفظه ومعناه يستخدم كلا في مجال محدد دلالة على سعة المعنى ودقة الاختيار في القرآن الكريم فاستعمال النصيب كما هو معروف النصيب هو الحظ المنصوب أي المعين المقدر ولكنه يأتي عاما في الحظ من كل شيء في الخير والشر أو للقسمة بين الجماعة وإما يدلك على تعينه اقتران اللفظ مفروضا به كقوله تعالى نصيبا مفروضا وقوله لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ذلك قول إبليس لما أخرجه الله من رحمته وأيضا جاءت كلمة نصيب في آيات الفرائض وقسمة المواريث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون فاستخدم كلمة نصيب دون حظ ودون كفل ودون خلاق وقال للرجال نصيب مما كسب وللنساء نصيب مما كتسب أما النصيب أيضا من الدين فأتى مع أهل الكتاب جميعا مما يدل على إجماله على الاستعمال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كما ورد أيضا في آيات متفرقات في مثلها طبعا وعلى عموم النصيب كما قلنا هو يأتي لفظ عام سواء كان في الجزاء بالأجر أو والثواب كقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أو كان في الجزاء بالعذاب أيضا يستخدم هو لا يختص في قضية الثواب بل يشمل الثواب والعقاب فهل أنتم مغنون عننا نصيبا من النار يقولون لشفعائهم طبعا لا يستطيعون أن يغنوا عنهم شيئا فالنصيب إذن يكون في المحبوب والمكروه يقال وفاه الله نصيبه من النعيم أو من العذاب أما الحظ في القرآن فيستخدم غير هذا الاستعمال فيفرق عن النصيب من ناحية أنه يكون مخصوص بقدر معلوم النصيب لا يشترط أن يكون هناك القدر معلوم وإذا أريد منه قدرا معلوما أضاف ذلك فقال مثلا مفروضا ثانيا لاختصاص الثاني أنه يستخدم الحظ في الخير دون الشر ولذا جاء الحظ في الميراث المقسوم بتقدير حصة الفرد يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأمثين فدل على أن الحظ هو النصيب المقدر من زاوي أما النصيب فهو زيادة على النصيب غير مقدر لا يشترط فيه التقدير أما الحظ فهو نصيب زائد أنه مقدر أيضا كما قلنا لا يقال الحظ في الشر أو العذاب لأن الحظ مخصوص بالخير حتى في استخدامنا اليوم نقول فلان عند حظ أي دلالة على أن الخير الذي أصابه أصابه دون غيره وهو ما حظه الله من العبد من الخير وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لما ذكر الله ذلك الذي يسامح من احتدى عليه ويتجاوز عن من قصر في حقه فزكى الله هذا المقام ورفع هذه الرتبة وصاحبها فقال وما يلقى أي هذا العمل الجليل إلا ذو حظ عظيم ذو نصيب من الخير عظيم زكاه الله به جعل الله وإياكم من أولئك أما استخدام الكفل فهو النصيب من الإثم والوزر في عموم استخدامها كما تستخدمها العرب كقوله تعالى كما في سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها غاير في الشفاعة الحسنة ذكر النصيب وفي الشفاعة السيئة ذكر الكفل وغاير أيضا في النصيب فذكره بلفظ الكفل كما في الشفاعة السيئة لأنه أكثر ما تستخدمه العرب في الشر وإن كان أحيانا قد يستعمل في الخير بأصل لأصل لفظه كما قال يؤتكم كفلين من رحمته ولعل ذلك يعود إلى أن الكفلة في هذه الآية يراد منه الضعف دون النصيب يراد منه المضاعفة دون النصيب وأصل اشتقاق الكفل كما يقولون من الكساء الذي يجعله الراكب على سنام البعير ولما كان الكفل مركبا ينبو براكبه صار متعارفا عند العربي في كل شدة فمن يفعل السيئة ينال منها أيضا شدة وقيل إن استعمال النصيب مع الحسنة لأنه يشمل الزيادة وجزاء الحسنة دائما يكون المضاعفة فمن عمل حسنة فله عشر أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة واستعمال الكفل مع السيئة لأنه المثل المساوي فاختير له استخدام الكفل ذلك لأنه يعني قانون الله من رحمته بهذه الأمة أن جعل الإنسان كما في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن عملها كتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف حسب النية والعوامل التي ترافق هذه الحسنة تضاعف أما الذي يعمل سيئة فإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة يعني لو أنه قال سأعصر الله في أمر معين ثم تذكر أمر الله وخاف الله وانكفى عنه كتب له حسنة أما إن قام فعملها كتب له سيئة واحدة استرم ضعفة الحسنات إلى أضعاف كثيرة ترافقها النية رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغيره النية فبالتالي هذا المضاعف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي مقاربة ومقارنة مع النية يعني الإنسان مثلا يقوم يتسوق لأهله هو سعيه يؤجر عليه لكن بذهابه للتسوق يحتسب أنه يعف نفسه ويعف أهله أنه يطعمهم يدخل السرور عليهم بالتالي مضاعفة هذه النيات يؤجر على كل خطوة يخطو بها إلى المحل الذي يتسوق منه يؤجر على كل علاقة يحملها يؤجر على كل دينار يصرفه هذا الدينار الذي يصرفه على أهلي أفضل من الدينار الذي ينفقه ليعطيه لفقير أو في جامع أو في سبيل الله لأنه كما في الحديث وخير الصدقة أن تضعها في أهلك وبالتالي أن تدخل السرور على أهلك أفضل من أن تدخله على غيرهم كل هذه العملية المصاحبة مثلا لهذه العملية لهذا المسواق لهذا ضاعف ليش لن رافقته هذه النيات شخص يخرج إلى المسجد يصلي أو يذهب للوضوء فينوي أنه يتقرب إلى الله وأنه يذهب إلى بيت بيوت الله ثم ترافق هذه النيات وإذا به يؤجر في كل خطوة وكل تعب وكل مؤنى وكل وقت يصرفه وكل الوقت يحتسب له الأجر مضاعف في حلاء هو يذهب هكذا عادة أو قال هكذا عندي شغلوية واحد هو يؤجر لكن الأجر مجمل وبالتالي الحسنة تضاعف لأنها تحاسب فهي تضاعف بمجملها إلى عشرة لكن الشتال بين من تضاعف إلى مية وإلى ميتين وإلى سبعمية وإلى ألف وإلى آلاف هذا بحسب ما ترافقه من نيات شهادة مثلا صلاة على الجنازة يخرج إليها إذا رافقتها نية أنها يعني يجبر بها خاطر أهلها ويتقرب إلى الله وبالتالي كل وقت يمضيه وكل خطوة يمشيها وكل جهد يبذله كل هذا يحسب له أجر على خلاف ما قال لا والله يعني فلان يطلب لي فضل أروحاني كذا حتى لا يزعل فلان وبالتالي هذا الشيء يؤجر عليه لكن هذا الثاني يؤجر عليه أضعاف مضاعفة تصل إلى الآلاف الأول ربما حسن بعشرة أنثالها وهكذا إنسان مريض روح الزورة قال والله فلان زارني أنا روح الزورة يؤجر عليه من باب رد الفضل لا بس لكن قال لا والله أدخل من باب من زار مريضا من عاد مريضا من زار أخله في الله شيعه سبعون ألف ملك وبالتالي لله فتحسب له خطواته ويدرج الله ملكا يقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة حضرنا لك ما قعد من الجنة بهذه الخطوات وفيها جبر الخاطر والوقت التي تقعد يما كله تؤجر والبنزيل الذي تصرفه والخطوات التي تمشيها والجهد والفضل الذي تأخذ وإذا الأجر كل هذا الملك الملك يحسب هذا والملك ذاك يحسبها وبالتالي تخرج بقناطير مقنطرة من الأجر طيب هذا زار وهذا زار نعم هذا لما زار مع هذه النيات المتكررة والمتوافرة كان الأجر بالآلاف هذا نعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلى عشرة حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يحسبها لأن قال الأضعاف لا نعلمها وهكذا يعني الناس تتشابه حتى في الطاعات ولكن احتساب الأجر يختلف لذلك الإنسان يقبل يوم الدين على الله عز وجل يتفاجأ بحساب الله له حتى أنه أن الإنسان يرى من رحمته من رحمة الله يتطاول إبليس الذي حارب الله وحارب دينه أن تناله رحمة من الرحمات هنا نقف إلى قضية مهمة جدا أن الدنيا كما في الحديث منذ خلقها الله إلى نهاية البشرية الإنسان يعطف ويحنو والأم تحنو والأب يحنو على ولده والأخ على أخيه وهذه الحنية والعطف والشعور والتأثر حتى الحيوانات تتأثر كل هذه العاطفة والرحمة في قلوب الإنسان وفي قلوب الحيوانات وفي قلوب حتى الجماد كل ذلك إنما هو جزء من مئة جزء رحمة من مئة رحمة طيب والتسعة وتسعين رحمة قال ادخرها الله يوم القيامة فيرحم من عباده الرحمة يعني أنت كل عمل تقدمه هناك أضعاف مضاعفة حتى يتفاجأ وإلا ما هي قيمة العمل الإنسان أن يعمله في الدنيا فيجازى عنه خلود أبد من الجنة والنعيم والفضل ما قيمة أن أقل أهل الجنة له بقدر الدنيا عشر مرات من النعيم والفضل ما جزاء ذلك الفضل الذي لا يقدر ولا يمكن أن يوصف إلا بنتف وإشعارات ورموز جعلها الله في قرآنه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تحبيبا وتقيبا وإلا النعيم يختلف تماما مضاعفات من الأجر ما قيمة نعيمنا في الدنيا وعملنا بقيمة نعيم الآخرة الذي الحسن فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا كله يدل على أن ذلك من كرم الله عز وجل نذهب إلى أيضا إلى لفظة الخلاق استعملها القرآن هو النصيب الوافر من الخير أو هو النصيب من العمل الصالح لذا كثر استعماله في الجزاء بالجنة في الآخرة قال الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ وَيَرْحَمْ مِنْ عِبَادِهِ وَتَغْدَقْ هَذِهِ الرَّحْمَاتِ على هؤلاء الذين أطاعوه ولو بقدر ذرة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أخرجوا من النار من في قلبه مثقال خردل من لا إله إلا الله يعني نعيم وثواب لذلك الخسارة العظمى أن لا يكون لك حظ في رحمة الله الواسعة التي وسعت وشملت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم ممن يشمل في رحمة الله وتحويه هذه الفضائل وإنما جاء الخلاق في الخير لأنه مشتق مما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلوقه فالخلاق الحظ اللائق بالخلق وخلاق المرء الشيء الذي هو به خليق كأنه يوازي به خلق نفسه يقال فلان به خليق أي يستأهل له أو هو أهل له فهنا استعمل الخلاق بهذا الحظ من الخير الوافر الكبير وهذا دلال على عظم الخلق وإنك لعلى خلق عظيم وأعظم ما يجازى به المرء يوم القيامة هو حسن الخلق طبعا وقد يستعمل في من ترك نصيبه من الآخرة واستمتع بخلاق الدنيا إشارة إلى أن خلاق الآخرة أعظم مثوبة فإن خلاق الآخرة أعظم مثوبة قال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم هذا في باب المقارنة كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا هنا مقارنة بالذي استمتع بخلاق الدنيا بنعيم الدنيا فالخلاق إذن مستعمل سواء كان في الدنيا أو الآخرة في الحظ الوافر في النصيب الذي يكون في الدنيا أو الآخرة لكن أحيانا يعتقد بعض أولئك أن النعيم هي في الدنيا فقط لذلك يقول لك خلين نعيش يومنا خلين نعيش حياتنا وكأنه يعتقد أن الحياة فقط هي الدنيا وهب عشت ما شئت فإنك ميت مهما عشت فالنهاية هي الموت لذلك فضل الآخر على الدنيا من زاويتين الأولى قال خير وأبقى حتى يقال لو أن ملكا قيل له منعم بك جميع النعيم والفضل وسائل السعادة والراحة قيل له ستموت بعد سنة أو بعد عشر سنين قال يكدر عليه المرض والموت يكدر على أهل النعيم نعيمهم وعلى أهل الخير خيرهم وبالتالي لا يستأنس ولا يجد لذة في نعيمه لأنه يتصور أنه تفنى وأنه سيغادرها وأن هذه النعمة لا تدوم سر الآخرة أن نعيمها يدوم لذلك يؤتى بالموت على صورة كبش فينحر ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت والتالي هذا الخلود الأبدي هذا هو الذي يعطيها ذلك الدافع وتلك المتعة التي لا يفقدها صاحبها الثاني هي أفضل خير يعني لا يقارن خير الدنيا وخير الآخرة كما قلنا في الحديث أن آخر أهل الجنة دخولا كما في الصحيحين رجل خرج من النار فما زال يستغيث قال يا رب أخرجني ولا أسألك شيئا بعدها قال فيخرجه ثم يجعله على حافة أو قال يرى شجرة قال يا رب اجعلني في ظلها ولا أسألك شيئا بعدها قال فيجعله في ظلها فيقول ما أغدرك يا ابن آدم يعني ألم تقول لا أسألك قال ربي اجعلني على باب الجنة فقط أتمتع أو أسمع ولا أسألك شيئا بعدها ويضحك منه رب العالمين قال فيجعله ما أغدرك يا ابن آدم ثم يقول ربي أدخني ثم يدخله الجنة طبعا هناك نهر كما في الحديث يسمى نهر الحياة هذا يؤتى بأشقى أهل الدنيا ويؤتى بذلك الشخص الذي جاء من الدنيا متعبا بهمومها وكروبها وما لاقا منها ويؤتى بأولئك الذين دخلوا النار وما لاقوا من عذابها فيغمسون غمسة قبل أن يدخلوا فيه نهر الحياة يقال هل رأيت خيرا قط؟ يقول لا يا رب هل رأيت أنسا قط؟ يقول لا يا رب فيغمس غمسة واحدة في نهر الحياة ويخرج يقال هل رأيت شرا قط؟ يقول لا ينسى جميع الهموم والكروب بأول غسلة وأول نعيم وأول مرحلة من مراحل التنقية والتصفية قبل أن يدخل ويجاور الرحمن فهذا الذي آخر شخص يدخل الجنة فيقول الله له لك في الجنة بقدر الدنيا عشر مرات وفي رواية مختلفة لكن هذه منها قال ولك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين يعني تضحك على أنا الذي كنت عذف في النار وأنا الذي كنت أعمل كذا وكذا وأنا أخير واحد وأنا أقل واحد أهل الجنة لهذا النعيم قال إنما عطائي كلام إذا قلت شيئا فإنما أقول له كن فيكون فكيف بأهل الطاعة وكيف بأهل الإحسان وكيف بأهل الفضل لذلك النعيم لا يمكن أن يوصف وكل مصيبة تلقاها في الدنيا فالعزاء يوم القيامة لذلك لو كانت الدنيا مقاما ومدخرا لجعل الله لعباده الذين اصطفى من أنبيائه ورسوله قصورا وملوكا قال إنما أكون عبدا كما قال صلى الله عليه وسلم لما أشار له جبريل بالتواضع وبالتالي قال سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم تؤثر فيه يعني الحصير وقال كسرى وقيصر يعني المقارنة فقال أترضى أن تكون لهم الدنيا التي هي عشر عشرين خمسين سبعين سنة ولنا الآخرة التي هي آلاف بل لا تنتهي ليس لها نهاية في أعلى النعيم وأفضله فالمقارنة لا يمكن أن تقارن بحال لكن العقل القاصر أحيانا يقدم اللذة الحاضرة على النعيم الباقي وهذا من قسوة القلب ومن تلبيس إبليسي ومن غياب الرؤية ومن يضل الله فما له من هذا ننتقل أيضا إلى استعمال آخر من الاستعمالات القرآنية الأجر والثواب والجزاء في القرآن الكريم أيضا طبعا الأجر هو الجزاء على العمل دنيويا كان أو أخرويا ولا يقال الأجر إلا في النفع دون الضر بخلاف الضر ولا يقال إذن الأجر في استعمال القرآن إلا في النفع دون الضر بخلاف الجزاء والأجر يتضمن معنى المعاوضة يعني إحنا نقول فلان أجرت كذا ففيها نوع معاوضة لكنه في الثواب الدنيوي فيما إذا كان عن عقد أو ما يجري مجراه من العقود التي يكون فيها بيع أو نكاح أو نحو ذلك قال تعالى في قصتي أيضا استئجار شعيب لموسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فذكر الأجرات هنا فإن أتممت عشرا فمن عندك وجر العقد بينهما على ذلك كما اشترط السحرة على فرعون إن غلبوا موسى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وكذا ما يبذله الزوج من المهر عند عقد النكاح فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن أو فآتوهن أجورهن فريضة أما الأجر بالمعنى الأخروي واستخدامه فهو ما يعطيه سبحانه للعبد عوضا عن الأعمال الصالحة استعارة للاستعمال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يعني هذا العمل الذي تعمله في الدنيا لن يضيع يوم القيامة لا تحسب أن كل طاعة ستذهب عبث ولا أن كل تعب ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم كل هذا في عداد عجبا لأمر المؤمن يعني الهم الغم المرض الحمى القهر الخير الذي يفوتك الشر الذي يصيبك الأمل الذي يعني خبت في الوصول إليه القساوة التي تلاقيها خيبة الظن انقطاع الأمل كسرة القلب كل شيء تلاقيه في الدنيا له أجر عند الله الطاعة الذي تبذل الصدق التي تخفيها الخير الذي تعمله ولا يطلع عليه أحد المعروف الذي تزي وينكر كل ذلك مرصود في كتاب وعند الله عليه الملائكة الشهود تلقاه يوم القيامة يعرض لك حتى يتمنى الإنسان أن حياته لما يرى أهل المصائب كيف يجازون أنه لو ابتلي مثلهم ولما يرى أن الذين أزدوا للناس معروفا ولم يطلبوا منه ردود ولا جزاء أنه لم يرد عليه أحد ولم يجازيه أحد لأن أعظم الأعطاء هو ذلك العطاء الذي لا تنظر إلى الجزاء إلا إلى المعطي هو الله عز وجل أما لو أعطيت فأعطيت كان ذلك إنقاصا لك من الأجر كما حتى في الغزوات لما يعطف من الغنيمة يكون له إنقاصا من أجله على عكس ذاك الذي لا يأخذ منه شيء قال وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ سماه أجر عظيم لأن فيه أراد الله أن يعطي صورة الجزاء حتى يكون الإنسان من يعمل ويرى أن هذا العمل له جزاء يكون أكثر تشجيعا على عمل الخير وأكثر دافع ويعطيه معنويات أما الثواب في الاستعمال القرآن فمأخوذ من الثوب وهو رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها ويستعمل الثواب في القرآن في الجزاء بالخير على العمل الصالح أما استعماله في الشرف على سبيل الاستعارة يعني ليس أصالة كما في قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فهنا جعل الإثابة بمعنى العقاب وأصلها في الحسنات فبشرهم بعذاب أليم كما في قوله فهذا من باب الاستعارة من باب التهكم كما يقال وجعل البشارة في العذاب مثل الآية هل ثوب الكفار ما كان أي جوزوا على فعلهم وإلا الأصل كما قلنا هو يكون في الطاعات والخير والثواب لا يستعمل إلا في المنافع المادية أو الدنيوية كما يقع ذلك في الأجر وإنما غلب استعماله في أصول الشرع والعبادات وفي صيغته إشعار بعلو وثبات لذا تجده يصدر عن الله عز وجل لأنه وحده سبحانه هو الذي يثيب على الأعمال الصالحة بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يري الثواب الدنيا نؤته منها ومن يري الثواب الآخرة نؤته منها هذا قانون أحيانا مرات يعني من لطيف ما يذكر في هذا المقام أن الكثير يسأل يقول أن فلان يعني يعمل يعمل الصالحات فهل يجازى عليه يعني فلان صنعنا الكهرباء فلان صنع الموبايل صنع الحاسب صنع تكررنا أشياء وكان عمل منظمات خيرية وهو ليس على دين الإسلام هل يجازى طبعا هنا القاعدة التي هنا ذكرها الله ومن يري الثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يري الثواب الآخرة نؤتيه منها الذي يريد ثواب الدنيا يعني لو سألت هذا الذي عمل منظمة خيرية ويتصدق وغاية لما نذهب نقول له أنت لماذا عملت هل تريد من الله شيء قل لا هل عند عقد ويأى الله قال لا هو عملها حتى يقال وقد قيل قاعدة سواء كان مسلم أو كافر هو لي من عمل هذا العمل هو موظف عند من لما يأتي العالم ولما يأتي المجاهد ولما يأتي قارئ القرآن ولما يأتي هذا الكافر الذي صنع واخترع ماذا تريد هؤلاء كلهم قالوا نريد ثناء الناس نريد أن نكون نجوم نريد أن نكون مشهورين نريد أن يكون لنا اسم يخلده التأريخ الله تعالى يؤتهي منها وإذا بهذا المخترع يكون من رواد التأريخ وتكتب وتجعل له التماثيل وذلك القائد الذي أخاذ الجيوش والمعارك يخلد اسمه في التاريخ وتكتب له في ذكره وسيرته المآثر وتعمل له التماثيل ويذكر في التراجم والكتب وهذا القارئ كذلك وذلك المجاهد في سبيل ظاهره الله ولكن حقيقته غير ذلك وذلك العالم فيؤتى يقول يا رب جاهدت في سبيلي قال كذبت حتى يقال أنت ردت الشهرة وقد قيل خذ وروح ما تطلب من الله عز وجل وبالتالي لابد الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له ومن يري الثواب الدنيا نؤتيه منها اللي يريد أن يعمل أعمال الآخرة والدنيا لغاية الشهرة والعمل نمطيها ونعطيها ونعطي الأجرة مثل ما نعطي أي واحد من أهل الدنيا ولكن ما له في الآخرة من نصيب ومن يري الثواب الآخرة ينؤته منها الغاية والنية هي التي وإن كان العمل صالحا هي التي تفسد أو تصلح ولما نسأل هذا ما لا تريد أنت عملت لله واحد يقول ليش ما الله يجازي هو ما أعمل لله لو سألت أنشتاين أو أي واحد من هؤلاء المخترع أنت عملت لله يقول لك لا أنا عملت أيضا لأريد أن أكون مخترع وأريد أن أصل إلى هذه الحقيقة وبالتالي هذه الحقيقة لابد أن نقف أن الجزاء مرتبط بالنية والصدق مع الله وسنفصل فيها إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله إذن الجزاء هو المقابلة على الخير بالثواب وعلى الشر بالعقاب استخدام الجزاء قلنا الثواب وقلنا الأجر أما الجزاء فهو مطلق واتق يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فهو يجازي على الخير بالثواب وعلى الشر بالعقاب وجزاء سيئة سيئة مثلها والثانية من السيئة أيضا ليست بسيئة بل هي حسنة لأن جزاء السيئة حسنة وليس السيئة والجزاء يكون مماثل المساوية للمجزى عنه وأصل الجزاء في كلام العرب والقضاء والتعويض يقول جزيته قرضه وهكذا أي قضاه ولما كانت الحسنة تحتمل الزيادة لأن الله يضاعفها للمؤمنين نجد أن الله ذكرها من باب المضاعفة فقال أولئك جزاء الضعف لو لم يذكر الضعف كانت جزاء حسنة بحسنة لكن لما ذكر الضعف أراد منها المبالغة ولذا قال ثم يزاه الجزاء الأوفى ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نسأل الله نجعلنا وإياكم من يجازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا ونسأله في هذه الليلة المباركة أن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله فهو أهل التقوى وأهل المغفرة ونسأل الله تعالى أيضا في هذه حقيقة الدقائق وهذه اللحظات وفي ليلة الجمعة المباركة أن ينظر إلينا بعين رحمته وفضله وأن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على هذه الدنيا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات بل الإخلاص في التروك والفعول فهو القادر على ذلك هو المعين عليه فالإنسان ضعيف إلا ما عانه المولى عليه وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفر بها عنا جميع الخطايا والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات في الخيرات من الحياة في الحياة وبعد الممات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترليك وترليه ويرضى بها عنا اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة كما صلى عليه المصلون أو غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وأصحابه كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك في هذه الدقائق رضاك وأن تجعل يومنا خير الماضي وأن تحل الأمن والرخاء في ديارنا وديار المسلمين وأن تولنا والمسلمين خيارنا وأن تصرف عن هذا البلد وبلاد المسلمين كل سوء وضر وشر ومكر إنك الولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر